أستاذة شاهندة السلام عليكم اتفضلي عليكم سعاكاته أول حضرتك يا شيخ معلش مقاطعة أهل الزوج لو هم بيقعوا الأزماني أهل بتتعب نفسي اللي ممرض منهم أو أهل أقسم على ده أول حاجة بس لازم نتأكد أن هم في الحقيقة لما بيعملوا كده معاكي بيعملوا كده يعني أنت مش حساسة فبتحاولي تبتعدي عنهم لأن هم في الحقيقة ما بيرعوش أن أنت محتاجة معاملة خاصة فإذا ما كانش الكلام ده وإذا كنت أنت بتتأذي فالشرع الشريف ما ترابش الإنسان أنه يتحمل ما لا يطيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه طبعا أنا ليه قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه لأنه ليس معنى الوسع أن الوهم اللي عندي عن سعة نفسي ولذلك الإنسان الذي يعامل الناس ويصبر على أذاهم خير من من يعتزل الناس أكذا حلمنا صلى الله عليه وسلم فإذا كنت قادرة تصبري على طريقة معاملتهم دي ده هيكل لك سواب الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مش قادرة أنت مش قادرة تكوني وتعودي معاهم خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعى والأمر ده ما يبقاش قطيع ولا حاجة ده نوع من أنواع ارتكاب أخف الضررين الضرر أن أنا ما كلمهمش أفضل من الضرر من أن أنا أتأذى وممكن نفسي تتعب نفسيا ولا يصبني مرض لا الأفضل إن احنا نعمل كده وعشان كده نشوف الأول نفسنا هل إحنا حساسين نعالج الحساسية دي هل إحنا قادرين من غير ما نعتبر إن اللي هم بيعملوه ده واتبيهين كرامتنا إذا كنا قادرين على ده يبقى أحسن ونصبر على ده أفضل طب مش قادرين لأن على فكرة ده بيأثر على علاقتك بزوجك لازم نعرف أن العلاقة بأهل الزوج جزء من حسن العشرة للزوج فلازم نعرف كده وعشرهن بالمعروف للرجل وللمرأة أن هم يعشروا بعض بالمعروف اللي جزء منه التعامل مع الأهل لدرجة أن هم قالوا أقرب طريق لقلب زوجتك أهلها وأقرب طريق لقلب جوزك كذلك أهله وعشان كده بننصحك لو أنت قادر تصبره ويكون أحسن طب مش أدرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى